تقاطرت الإدانات الغربية والعربية للهجوم التركي البري الذي انطلق بغطاء جوي مستهدفا نقاطا عدة وبلدات شمال شرقي سوريا ما أدى إلى نزوح الآلاف ومقتل عدد من المدنيين وأدانت كل من فرنسا وبريطانيا وهولندا فضلا عن الاتحاد الأوروبي الهجوم التركي محذرة من تداعياته على المنطقة واستقرارها فضلا عن مساهمته في مفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد التي مزقتها الحرب وحثر اتحاد الأوروبي تركيا على وقف عملياتها العسكرية في شمال سوريا قائلا إنه يرفض خطط أنقرة لإقامة منطقة آمنة للاجئين ولا يقدم أي مساعدات هناك أعلن وزير الخارجيات الأمريكية مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لم تمنح تركيا الضوء الأخضر لغزو سوريا وقال بومبيو أن تركيا لها مخاوف أمنية مشروعة كما أضاف أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرارا بإبعاد القوات الأمريكية عن طريق الأذى في سوريا كذلك رفض المخاوف بشأن نهوض تنظيم داعش من جديد